كيف نبدأ يوم العيد طيب عيد الأطحى هو يوم العاشر من المحرم هذا العيد من شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم هذا العيد الذي نتذاكر فيه تلك السنة التي جعلها القليل عليه السلام حينما أمر بذبح ولديه عن طريق الرؤية المنامية قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فاستسلم إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل لأمر الله سبحانه وتعالى فكانت هذه الحادثة هي سبب هذه الأطحية التي تنحر يوم العيد وسمي العيد باسمها عيد الأطحى أو عيد يوم النحر لما ينحر فيه من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيوم عيد الأطحى هو يوم قال الله فيه عن الخليل وفديناه بذبح عظيم فديناه بذبح عظيم لأنه سلم لله سبحانه وتعالى فكأن المسلم في يوم عيد الأطحى حينما يكون عليه ذنوب أو معاصي أو آثام يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليها أن يتقرب إلى الله بمثل هذا العمل وما تقرب عبد في مثل يوم النحر بمثل أن يتقرب إلى الله بهذه الأطحية التي تزبح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله السؤال البديه ما هو حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة المؤكدة هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يتركها إلا قليل أو نادرا فكان يحافظ عليها ويثاب فاعلها ويعاتب تاركها يعني الذي يترك سنة مؤكدة يعاتب يعني يكون العتاب لماذا يعني رغمت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قد قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لماذا رغبت عن هذه السنة فهي سنة مؤكدة وهي شعيرة الإسلام ورمزية الفرع عند المسلمين وحقيقة القول أن مظهر الفرح الأسمى والأكبر والأفضل هو في صلاة العيد يعني الذي يحافظ على صلاة العيدين فيخرج إلى صلاة العيد يحظى بهذه الخصوصية وبهذه السمة أنه يوم العيد يتقابل مع إخوانه ويتقابل مع المسلمين يهنئ بعضهم بعضا فيشعر بهذا الفرح وهذا السرور الذي يعني سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله الله سبحانه وتعالى يوم عيد وكثير من الناس للأسف ما يعني ينامون عن صلاة العيد بكونها يعني سنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يهتم بها لها وقت لها وقت تبدأ من بعد شروق الشمس بسلس الساعة إلى وقت الزوال وقت الزوال هو وقت صلاة الظهر فالذي يتخلف عنها في جماعة لعزر أو لغيره أو عنده عمل يستطيع أن يصليها في أي مكان طالما أن الأمور متاحة له فيصليها في البيت يصليها في العمل يصليها في سفره في ترحاله يعني يحافظ عليها لكن قبل صلاة الظهر نعم هي قبل صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر فإذا أزنا لصلاة الظهر انتهى وقت صلاة العيد ما هي صلاة العيد؟ صلاة العيد هي هي هيئتها وكيفيتها هي تصلى ركعتين كصلاة الصبح إلا أنه يزاد في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام هذه الله أكبر الذي يدخل بها إلى الصلاة ثم يزاد سبع تكبيرات أخرى يقول الله أكبر هذه التكبيرة يرددها ويسن في حقه إما أن يقول بين كل تكبيرة وأخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو يسكت ولا يقول شيئا وهذا جائز وهذا جائز ولا خلافة فيه فيكبر سبع تكبيرات ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة وما تيسر وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الرقعة الأولى سورة الأعلى وفي الرقعة الثانية سورة الغاشية أو غيرهما من الصور وما تيسر من القرآن فكله جائز ثم الرقعة الثانية يقوم بعد سجوده السجود الثاني يقوم فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام تكبيرة القيام الذي قام بها من السجود هذه تكبيرة انتقال من ركن السجود إلى ركن القيام ثم يكبر خمس تكبيرات أخرى الله أكبر الله أكبر إذا قال ذكرا بينها فلا بأس ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يختم صلاته على هذا النحو الذي ذكرناه فهي سهلة بسيطة ثم تكون خطبة الجمعة بعدها أو خطبة الصلاة بعدها وهي سنة كذلك مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان الصحابة يحرسون على هذه السنن ثم يخرج يهنئ بعضهم بعضا بما من الله تبارك وتعالى عليه كان من عادتهم ومما ورد عنهم أنهم في يوم العدين كان الصحابة يقول أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنكم إذن هي من حيث الهيئة نعم ركعتان نعم تمام الأدعية المستحبة في يوم العيد هي الأدعية أيضا المرتبطة بالعشر الأوائل من ذي الحجة التكبير أو هنا يوجد تكبير خاص بأيام العيد هذا هو التكبير المقيد الذي ذكرناه والذي يبدأ من فجر يوم عرف ذكرنا أن التكبير مطلق عام وهذا قول الله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله في أيام معدودات معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني شوف ربطها بهذه الأطحية ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال وذكروا الله في أيام معدودات هذه الأيام المعدودة تبدأ من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة نكبر إلى آخر أيام التشريق السلاسة وهو آخر تكبير للصلاة وهو صلاة العصر في رابع أيام العيد أو سالس أيام التشريق على وجه الخصوص نكبر بعض الصلاة وهذا الوقت الذي فيه وقت العصر ينتهي وقت الأضحية فينتهي هذه الأيام المعدود فنكبر الإمام يبدأ كذلك خطبته بالتكبير خطبتي العيد وصلاة العيد تبدأ بالتكبير فالتكبير سمة في هذه الأيام من خلال هذه كأدعية وكمستحبات في يوم العيد العيد له عادات وتقاليد أيضا أستاذ أحمد تختلف من بلاد إلى أخرى منها ما هو مرتبط بالأصول الإسلامية منها ما هو مرتبط فقط بعادات وتقاليد وأنت تعرف أيضا العرف هو باب من أبواب التشريع لو تكلمنا عن العادات والتقاليد المرتبطة بعيد الأضحى المبارك في أوروبا أو في النمسا هنا على وجه الخصوص نحن نشهد يوم الصلاة العيد تجمع كبير من المسلمين في المركز الإسلامي في فيينا يعني التقديرات حوالي 50 ألف مصلي دائما كيف يمكن للمسلم الانضباط تقديم أفضل صورة عن الإسلام في هذا اليوم من خلال التقاليد العادات أن تكون متلائمة مع الحدث متلائمة مع الوضع الذي نعيش فيه في هذه الدولة طيب يوم العيد له ضوابط وله أداب يوم العيد من أدابه الكثيرة الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم في العموم وهي أولا أن يتطيب وأن يغتسل وأن يلبس أحسن السياب وأن يخرج من طريق ويعود من طريق آخر في يوم عيد الأضحى كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل المسلم إلا بعد صلاة العيد يعني هذا بخلاف عيد الفطر في عيد الفطر ينبغي عليها أن يظهر فطره قبل الصلاة لكن في عيد الأضحى لا يأكل شيء هيك السنة نعم هذه من السنة فيخرج وقد تطيب وتجمل ولبس أحسن السياب وأن يكون هينا لينا في طريقه وفي مقابلاته للناس ويقول تقبل الله منا ومنكم كما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عندنا حينما يكون الأمر على هذه الصلوات المشهورة المعروفة في الأماكن المفتوحة تكون هناك يعني ازدحامات كثيرة ويعني دعني أقول لك ليس الأمرها هنا فقط بل حتى في بلادنا العربية والإسلامية تجد زحام يعني نشهد هذا فيما تنقله أو ينقل على المواقع وعلى الصلوات ملايين من المسلمين يصلون صلاة العيد ويهجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالتعاء وبالتلبية وبالتذكير وبالتذبية فالمسلم في هذه الأمور ينبغي أن يراعي الإخوته وأن يراعي المجتمع وأن يراعي كل شيء في خروجه لصلاة العيد فإظهار فرحك بيوم العيد لا ينبغي أن يتأتى من ورائه إزاء لغيرك هذه واحدة سواء للمسلمين أو لهم تلكات العامة سواء للمسلمين أو غير المسلمين نعم أنت تخرج في يوم فرحك نعم وفي يوم سرور فلا تجلب عليه ما يعني يعكر صفوه هذا اليوم نعم لا على نفسك ولا على إخواني فإذا كان هناك مكان ينظم صلاة العيد فينبغي أولا أن تنقاد وتتبع هذه الأوامر للجهة المنظمة سواء كانت هذه الجهة من الشرطة النمساوية أو من منظم المراكز الإسلامية أو من غيرهم ممن تطوعوا وهم مأجرون على ذلك إن شاء الله ينبغي أن تنقاد لأوامرهم لأنهم دائما ما يكون عندهم خريطة للموقع يرسمون أماكن الدخول وأماكن الخروج فما ينبغي أن يحدث هناك تصادم وما ينبغي أن يحدث هناك ازتحام عند نقطة معينة فيتكالب الناس أو يحدث هناك اختناقات سواء كانت هذه الاختناقات مرورية أو حتى تذافعية أمام الناس كذلك أن يحرص المسلم على في مكان عبادته أن لا يضيق على إخوانه فإذا كان هناك مساحة قد جعلت للأخوات من المسلمات التي خرجنا يشهدنا صلاة العيد فلنبغي أن يضيق عليهم يعني يترك المساحة المخصصة لهن كما هي وأن لا يزاحم فلا يقف ويبتعد عن الاختلاط قدر الإمكان حتى يؤدي هذه الشعيرة بفرح وسرور إذن حكم الانضباط واجب واتباع التعليمات التي تقوم فيها سواء الدولة أو الجهة المنظمة المنظمة لصلاة العيد نعم ولعلنا يعني نرى أن كثير من المساجد وكثير من المراكز الإسلامية في مثل هذه البلاد ما يؤدون صلاة العيد مرتين أو سلاسة مرة باللغة العربية ومرة باللغة الألمانية ومرة بأي لغة أخرى حتى يعني يعطي الفرصة للكثير والكثير من هذه الجموع أن تؤدي صلاة العيد فإذا يعني صلى الإنسان المسلم الصلاة الأولى ينبغي أن ينصرف ويترك المجال لإخوانه الذين يكفون بالخارج حتى لا يكون هناك تدافع وتخفيفا للزحام في مثل هذه الأوقات نعم كما قلت أن يكون هينا لينا في هذا اليوم فواجب الانضباط واجب في أداء شعير وسنة هل يبادل حتى مع المنظمين يعني هينا لينا وهكذا ينبغي أن يكون المسلم نعم لذلك تستحضرني أبيات لشاعر يقولها في العيد وفي الحسن يقول يقول يا شاعر الحسن هذه روعة العيد يا شاعر الحسن هذه روعة العيد فاستنجد الوحي واهتف بالأناشيد هذا النعيم الذي كنت تنشده لا تله عنه بشيء غير موجود محاسن الصيف في سهل وفي جبل ونشوة الصيف حتى في الجلاميد ولست تبصر وجها غير مؤتلق ولست تسمع إلا صوت غريدي إذن فالابتسامة في هذا اليوم هي إذا كانت الابتسامة صدقة في باقي الأيام في مثل هذا اليوم يعني يفضل فيها يعني الابتسامة والتصدق وهذه الأداب التي ننشرها في يوم عيد الأطحة نعم هي صدقة كبرى في هذه الأيام